نحن الآن في منطقة السيكيلاس بمديرية البريقة هذه المنطقة التي لا تزال مياه الأمطار تحاصر منازل المواطنين منذ أربعة أيام مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب لنا ثلاث أيام ونحن أصحاب حي السلام محاصرين بالمياه الأمطار واختلطت مياه الأمطار مع المجاري مع القدافة والزبالة ومع هذا فهذا أمراض شعبنا مش ناقص الأمراض هذه كلها وعادنا والمجلس المحلي ناشدناهم والمحافظ ناشدناه يعني الحق هذا الحي المنكوب لكن لا يوجد أي استجابة لمناشدات الشعب في هذه المنطقة ناجد الجميع وتدخل السريع والمنظمات الدولية والمجتمعية وكل من له يد خير أن يتدخل وينقذنا من هذا الأمر والله لنا أربع أيام على منازل المطر وزم تشوف الماء المطار لعن سنة البيوت حقنا واختلطت مع المقاري ولا كهرباء ولا مي ولا نحا أول يوم رمضان يعني الوضع مزري قدان يعني ومتظرين بس الله كأننا نحا متظرين المرض يقرع بيوتنا ونقول له تفضل هلو سهلا ما تباقيش حاجة خلاص لا إذاة مجلس محلية قاتل عندنا تنقذ نحن ولا والله نقول الوضع زم تشوف يعني هكذا بيوتنا رقعز القزر زي الرخبيل حاصر المي دار ما دار عليها نعم هكذا استقبل المواطنون هنا في محافظة عدن شهر رمضان المبارك ومياه الأمطر تحاصر منازلهم مع استمرارهم بالمناشدة لياء السلطات المحلية بسرعة القيام بشفط هذه المياه التي يخشون من انتشار الأوبئة والأمراض مع استمرارها أمام منازلهم عديب القناني قناة بالقيس عدن